خيبة أمل بدأت تضرب الشارع السوداني بعدما راشح عن مفاوضات أديس أبابا من تولي شخصيات حزبية شغل مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية المنتظرة في حين تنفي قوى الحرية والتغيير أن تكون محادثات أديس أبابا ناقشت مبدأ المخاصصة وتكشف مصادر مشاركة بالمفاوضات أن الجبهة الثورية التي لم توقع على الإعلان السياسي طالبت بمقعدين في المجلس السيادي والحصول على حصة بمجلس الوزراء وعلى رأسها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب سيادية أخرى كما طالبت الجبهة الثورية بحصة في المجلس التشريعي وأن تقوم بالتسمية الولاة بمناطق النزاعات وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردوفان وبحسب المصادر فإن وبدأ قوى الحرية والتغيير رفض مبدأ المخاصصة وتقاسم السلطة مما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول من جانبهم يقول قياديون في تجمع المهنيين إن التباين صاحب قوى التغيير منذ بدء التظاهرات لكنه طفى على السطح بعد التوقيع على الإعلان السياسي بينما امتنعت الحركات المسلحة وبذلك أدت الصعوبة الكبيرة في التوافق على المرشحين إلى حرف مضمون مشاورات أديس أبابا من تفاهم قوى الحرية والتغيير مع الحركات المسلحة حول قضايا الحرب والسلام إلى التباحث في كيفية توزيع المناصب في مقابل هذه الخلافات تؤكد أطراف بقوى الحرية والتغيير أن ما دفعها لتمسك بالمناصب هو مخاوفها من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى فضلا عن آلية الاتفاق السياسي الذي كان من المفترض أن يبنى على الإعلان الدستوري وليس العكس ويبقى شارع السوداني حاليا هو الحكم على القوى المتباينة في قوى الحرية والتغيير وحتى على المجلس العسكري الذي يتحدث عن انقلابات يجري إحباطها كل يوم وهو ما يعني أن شهوة الحصول على السلطة لا تزال حاضرة وتهدد مستقبل البلاد التي ترنو للتخلص من إرثها الثقيل من الحروب والانقلابات وتريد تثبيت مكاسبها بالانتقال السياسي الهادئ ترجمة نانسي قنقر